السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معي عن حضروا واحد الحلوى اللي من الروح الحلوية اللي كتجي لديدة بزاف بوحد طريقة اللي هي سهلة وبسيطة والاول مرة على اليوتيوب ان شاء الله اليوم عن حضروا واحد الفقاس اللي كي يجي معمار بالمربط اليقتين او مربط القراء كيف كنقولوا احنا يا الشمال صراحة واحد طريقة اللي هي مختلفة واحد طريقة اللي هي جديدة وكتجيل اهم من هاتشي كامل انها كتجيل جديدة بزاف ومعلقة كانتمنى انكم تجربوها كانتمنى تجيبكم الحلقة اليوم وقبل ما مرون طريقة تحضر اللي بقى ما شركتي معي في القناة تضغط على زر اشتراك ثم تفعل الجرس باشتصال ان شاء الله بكل ما هو جديد ودبا خليكم مع طريقة تحضر بالنسبة الطريقة والمقادر اول حاجة عندي هنا مائتين وخمسين جرام ديت الزبدة طريقة انا هنا استعملت الزبدة اللي كانتمنوعية جيدة انا هنا استعملت المركة ديالهولنديسة وكندفع لها ثلاثة ديالصفار البيت وهنا نضيف خنيشة ديالسكر فاني كيمكن لكم ايضا تعودوا بالنكهة ديالفاني وهنايا عندي مائت جرام ديالسكر سنيدة وفي الاخير نضيف واحد شوية ديالملحة وهنايا بعد معمت المقادر كاملا هذا بك نخلطهم بالخلط الكهربائية هيدا بشكي تخلط ليد المقادر اللي عمتك تخلط مزيان يعني نخلطها حتى نحصها الى واحد الكريمو وهنايا بعد ما خدمت المقادر مزيان هنايا كان نحتاج خمسمائة جرام ديال دقيق الابيض وايضا نضيف هنايا جوج خنيشات ديالخميرة ديالحلوه هنايا عندي تقريبا 16 جرام هنايا كم قا نضيف دقيق بشوية بشوية وانا كان نجمع في اللاجينة ديالي حتى كان حاصها الى واحد اللاجينة اللي كتكون رطبة او بحاج شكل ديالالاجينة ديالصابيه تماما هناك كيف كتشوفوا معي من بعد ما كملت كمية ديالالدقيق اللي استعملنا فهاك نحصلوا على العجينة اللي كتجيبها تشكل العضايا عني العجينة كتكون رطبة نشكلوا الحلوة ديالنا فانا هناك هناخد شوية ديالالعجين هنايا بعد ما كنا روش الطابلة ديالالعمال بشوية ديالالدقيق فهنا نطلق العجينة ديالالرقيقة على الشكل اللي هتشوفوا معايا ونيم بعد مطلقة العجين ديلي بعد شكلة ده ديك تشوفوا معي فهنا هي بالنسبة لتزين او باش انا عمر هاد الفقص هادا او هاد الحلوة فانا هنا اخذت المربة ديالي الاقتين اولا المربة ديال القراء اللي كان عنا معروفة هنا في الشامل الصراحة بالنسبة ل هاد المربة هاد فهي كتبا عند اختصاصيين اللي كي بيعون مواد ديال الحلويات كتاخدوا العبر اللي بغيتوا لانا هي كتبا بالعبر يعني كتاخدوا للقيس اللي بغيتوا انتما او الكامية اللي اتحتاجوا وكتاخدوا هاد صراحة كتجي لديدة بزاف بالنسبة لحلويات فانا اسبق اليو حدت لكم في فيديو خاص طريقات تحذير الحلوة ديال اللي اللي كتجي معمرها بهاد المربة هادي اللي صراحة عنا معروفة في الشامل واللي صراحة كتجي لديدة بزاف وكتجي راقية ان شاء الله نخليكو في اخر فيديو طريقات تحذير ديالا هنا كيف شفتم عيام بعد ما كان عمر في الوسط ديال العاجين بالمربة بهاد الشكل هادا فين هذه يكن اخد العجين الاخر اللي كان تبقه بنفس الطريقة اللي طلقنا فيه العجين من مرة اللولة وهانا يام بعد ما طلقت حالاتي فهنا يا ايكا اخده نعمل فوق العجين الاول سبقنا وطلقناه وعمرناه بالمربة كيف شفتم معي هانا بعد ما كان عمر عمل العجينоб thirty pound فاناي احاول انا ننثبتها زيان فوق العجيني الاول ب hence تشكل هادا ودائ stolen كندغط على العجين فقط ما كان ضغط بالمربى نعم بعد ما كان ضغط كالها دائما نجد الزيادة عجل و بعد ما كنحضر الزيادة فهنا نحاول أن نضغطه عجل مزيان بشي نعمل الحلوى دانا فى الفران نكتب يعني ما تتحلش لنا و بعد ما نقطعه ونقدها مزيان نعملها فوق صينا لدخل الفران وهنا كيف شوفتم عيام بعد ما كان نسالي وكان عمله فق سينية بهذه الشكل هادا هنا هي كان زينهم بهذه الطريقة هذي يعني كان اخذ واحد سكين وكان زينهم بهذه الشكل هادا يعني منها تزين ومنها في نفس الوقت أنا كان تثبت العاجين فوقه بعطيتهم مزيان كيمكن لكم ايضا تستعملوا الفورشيت يعني بنفس الشكل ونعم بعد ما كان سالي فبالنسبة لتزين فأنا هنا كان نحتاجن بيض البيض يعني اللي بقى لنا في الأول لأنا كيف شفته في الأول فاحنا استعملنا غيص فردي البيض هنا هي كان اخذ بيض البيض اللي كان ذهن بهذه العاجين مزيان وهنا هي كان زين بالراقيق ديال اللوز او اللوز ايفيلي بهذه الشكل هادا يعني كان نرش على الوجه ديال الحلوى ديالي مزيان ونعم بعد ما ساليت مباشرة كان دخل الحلوى ديالي الفران عادة جد حرارة 180 درجة بعد ما كان كن ساخد فران مقبل وكنخلي الحلوى ديالي حتى كتطيب مزيان وكتتحمل بعد كنخرجه ونعم بعد ما كيتابلينا الفقاس كيجي بهذه الشكل هادا هنا هي كان خليه حتى كيبرد مزيان وبالنسبة لتزين فأنا هنا اخذت شوية ديال السكر غلاسي اللي كان رش على الوجه دياله بهذه الشكل وهنا هي كان بدان قطعوا بهذه الشكل هادا يعني الى الشكل يفقص يعني كيتقطع بكل سهولة وكيجي بهذه الشكل هادا يعني كيجي معمر بالمربد يعني اللي سبقني نعملناها بصراحة كيجي لديد بزاف وكيجي هشيش بزاف واحد الماداق اللي هو صراحة كنتمنى أنكم تجربه هنا يعني بكل سهولة كيتقطع يعني وخاه هو هشيش يعني ما كيتكسرش معنا غير مهم هو أنكم ضروري تخلوا احتكي برد مزيان اعاد كتقطعه وهنا هي كيف كتشوفوا معي من بعد المسالي تفقدمتوا بهذه الشكل هادا الصراحة كيشوفتوا معي الطريقة ديالو فهي سهلة ما كيحتشن شي مكونات اللي هي صعيبة او طريقة اللي هي صعيبة بالعكس طريقة سهلة وكيوجد ضغيان بالمكونات ايضا اللي هي يعني متوفرة كنتمنى أنكم تجربه وكيجي بها تشكل هادا هنا يعني نوريكم كيفاش كيجي من الداخل صراحة كيجي معلك بدك المربة اللي اسبق لنا وحضرناها ايضا كيجي شيش كيف شوفتوا معي كيفاش كيتكسر يعني بكل سهلة وكيجي اهم هاتشي كامل انه كيجي لديد بزاف وكيمكننا نقدمها يعني في جميع المناسبات صراحة كتسهل هاد الحلوات دي انكم تجربوا ها كيف شوفتوا معي الطريقة ديلا فهي سهلة وده بنخليكم على خير اذا اجبتكم الحلقة ما تنسوا اشتروني الاعجاب وايضا تبارتج الفيديوهات دينا مع الاصديقاء ديلكم باش كاتتعمل فايضا ان شاء الله على الجميع وده بنخليكم على خير واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة